الشركات الأوروبية تتنافس الاستثمار في إيران عقبة تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد بفضل اتفاق طهران النووي إذ من شأن الاستثمارات الأوروبية أن تضخ 20 مليار دولار في اقتصاد طهران في العشرين من كانون الثاني يناير علق الاتحاد الأوروبي جزءا من العقوبات ضد إيران حيث تسعى فرنسا أيضا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية من خلال وفد نزور طهران مكون من 140 من رجال الأعمال لبحث العلاقات التجارية الجديدة المحتملة العديد من أعضاء الوفد يمثلون شركات عملت في إيران قبلا دلالة على الرغبة في استئناف النشاط نصيب شركة بجول فرنسية للسيارات من السوق الإيرانية في عام 2011 كان الثلث ولو أن الشركة علقت عملها في البلاد العام الماضي المسؤول في شركة خضر الإيرانية يقول نظرا لقدرة خطنا الإنتاجي وطاقتنا ذات المنتجات المختلفة هذه فرصة جيدة لشركات صناعة السيارات العالمية الكبرى للاستثمار هنا هذا مربح للجانبين تقرير أمريكي وصف صناعة الطاقة الإيرانية بأنها منجم ذهب كامل للمستثمرين الأوروبيين وفقا لمسؤولين نفط الإيرانيين فإن عمالقة النفط في العالم يخططون للعودة إلى إيران وهو ما عبرت عنه أيضا كل من لوك أويل الروسية وتوتل الفرنسية وإيني الإيطالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر